بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم من جديد معكم أحمد الجرنوسي وإن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض شرح طريق تشغيل لعبة بيس 2017 النسخة الديمو من خلال برنامج استيم هنشوف طريق تحميل وتشغيل اللعبة من خلال البرنامج وكمان هنشوف إزاي تقدر تحمل برنامج استيم وإزاي تقدر تعمل حساب من عليه بشكل مجاني من خلال الفيديو الأسار ده إن شاء الله وكنا طبعا شرحنا طريق تشغيل لعبة فيفا 2017 شرح كامل هو موجود على القناة وإزاي تقدر تشغلها من الألف الياء مع رابط تحميل مباشرة برضو نفس الكلام هنشرحه لبيس 2017 طبعا لتحميل اللعبة في الأول قدامك اختيارين يما تحملها من جوة برنامج استيم أو تحملها من رابط خارجي وأنا عن نفسي حملتها من رابط خارجي وبدون أي مشاكل وهو أريكم طريق تشغيلها على طول لو هتيجي تحملها من رابط خارجي هدوب بس هتنسخ الرابط وتحطه هنا في الخانة بتاعة الانوان وهتستنى بس خمس ثواني على بال ما يفتح اللينك ده طبعا مجرد دعم للقناة علشان الشرح هو الموضوع اللي أنا عملته فمجرد دعم تستنى خمس ثواني وتيجي تدوس على Escape Add أو تخطي الإعلان لو جات لك دي بتدوس على Leave علشان طبعا ينقلك لصفحة التحميل على طول هنا دي صفحة التحميل بتيجي تدوس على الكلمة دي كده اللي هي باللون الأخضر الفاتح ده بمجرد ما بتدوس بيبدأ معك عمالية تحميل اللعبة النسخة ديمو كلها جيجا ونص بس تمام طبعا حجمها صغار جدا قصاد لعبة فيفا اللي حجمها تقريبا سبع جيجا لنسخة ديمو ده بيدل ان فيفا متورنها بشكل كبير جدا عن لعبة بيس لكن انا واحد من عشاء لعبة بيس طبعا فدي النسخة ديمو اللي احنا نبدأ بتحميلها طبعا انا عندي السرعة اتنين ميجا فبتنزل في حوالي ساعتين بالزبط على الجهاز بتاعي او ساعتين الا بعد ما خلص التحميل طبعا انا هنا منزل النسخة الكاملة بس لسا منزلهاش باتش لحد دلوقتي بتاريخ النهاردة 18-9-2016 ودي النسخة الديمو النسخة التجربية من خلال اللعبة قبل ما تعمل اي حاجة بقى تعالى سطط برنامج ستيم ده طبعا رابط التحميل بتاعه والبرنامج متاح لكل انظمة ويندوز او نظام الماك او النظام اللينيكس بتنزله النظام المناسب بتاعك طبعا اغلبنا بستعمل ويندوز هنا هنا بستعمل ويندوز 8.1 ويندوز 8.1 ويندوز 8.1 ويندوز 8.1 فبتيجي تدوس على install steam فطبعا انا محمله قبل كده حجمه صغار جدا حوالي ميجا وشوية اول ما بينزل بتبدأ تثبته بالطريقة العادية فبتدوس على i accept وتدوس next تختار اللغة اللي انت عاوزها طبعا مفوش عربي بتخدر انجليزي وتدوس next بعد كده هنا ده المسهار بتاعه بينزل في c في program file 6.8x فولدر steam ويندوز install هنا خلص البرنامج بتدوس على finish وبيبدأ البرنامج معاك بالتشغيل على طول او بينزل معاك على desktop او سطح المكتب بتاعك وطبعا اول حاجة بيعملها انه بيعمل update للبرنامج او بينزل الملفات اللازمة وهنا الحجم اللي بينزله 131 ميجا بايت بتستعمل طبعا لما يخلص هنا خلاص خلص تحديث او بيعمل عملية استخراج الملفات اللي هو بينزلها وبالتالي بينقلها لفولدر او المكان بتاع البرنامج اللي هو في بيفتح معاك البرنامج على طول اهو ملحوظة صغيرة كده حابب اقولها لان بعض الناس ممكن اشتغل عندها برنامج steam ببطء جدا في الاول فانت تقفل البرنامج بتلاقي جنب الساعة هنا كده كليك يمين عليه وبتدوس exit بتطلع منه خالص وترجع تشغله من جديدة يشغل معاك تمام بدون اي مشاكل عشان تعمل حساب سيبك ما تعملوش من البرنامج عامله من الموقع تعالى تدوس على login هنا على طول بعد كده هنا لو عندك حساب بتكتب الحساب بتاعك وتعمل تسجيل دخول ده من خلال الموقع او بتجي تدوس على join steam علشان تسجل حساب جديد في برنامج steam ده طبعا انا بفضله عن البرنامج لان البرنامج سعب بيعلق او بيكون بطيء جدا في انك تعمل حساب فتعمله من خلال الموقع احسن تيجي هنا تكتب اسم الحساب بتاع steam بتاعك والياكم مسلا هنسميه جرنوسي باسم العيلة طبعا وهنا choose password بتكتب الباسورد اللي انت عاوزو خلي بالك هنا check availability طالما جابلك available هنا يبقى ده الاسم ده متاح لانك ممكن تكتب اسم ويكون غير متاح فطالما جاب available بالاخدر هنا فده متاح هنا الباسورد لازم يكون في حروف small وحروف capital وفي ارقام او رمزة فانت المفروض تيجي تعمل بقى ملف نوت صغير كده او ملف تكست على الجهاز بتاعك وتحفظ فيه كلمة السر او البنات بتاعي تسجيل دخول بتاعتك ويفضل ده لاي حاجة فيها تسجيل دخول هنسميه مسلا الاسم اللي احنا كتبناه كان جرنوسي ونكتب الباسورد ناخدها مسلا اي اكس اكس واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة وي رمزين دول وتيجي تنسخهم كده تحطهم هنا وهنا طالما ما مجابلكش حاجة جنبها كده اعرف ان انت كده او الباسورد بتاعك هيتقبل ان شاء الله بعد كده تكتب تكتب الايميل بتاعك اللي هو شغال وتيجي تكرره هنا برضو وهنا بتيجي تكتب او الرمز اللي موجود قدامك هنا علشان يتأكد انك انسان مش روبوت لان في بعض البرامج بتخش تعمل حسابات كتير فدي اه فصعب يتعرفوا على الموضوع ده ومستحيل يتعرفوا عليه بعد كده بتيجي تعلم تحتنا وتدوس على كده هنا اسمك طالما زهر فوق فانت كده عملت حساب على تقدر تخش طبعا وحط الصورة بتاعتك ده مش موضوع انا دلوقتي كده انا عملت حساب على ستيم نيجي بقى نشغل البرنامج كده اول ما بتفتحه بيظهر معاك كده لسه عاملينه او تمام هتعمل تسجيل دخول بالحساب بتاعك انت بتكتب هنا اسم الاكاونت الاسم اللي احنا كتبناه جرنوسي ده وهنا بتيجي تكتب الباسورد او تنسخ قلمة السر اللي انت كنت عاملها وبعد كده بتيجي تدوس على او تسجيل بتستنى لحظات وبيبدأ ستيم بفتح الحساب بتاعك على البرنامج علشان تقدر تشغل اللعبة هنا طبعا دي شورت اعلانات عن العاب وحاجات على داخل البرنامج في العقادي وهنا رسالة بقولك الايميل ده بتاعك فبتقول له yes علشان يبعت لك الرسالة التفعيل على او الاكاونت او على الايميل بتاعك بتدوس عليها وبعد كده بتدوس على بعد كده فينش بيبعت لك رسالة الاكيد بتفتح ايميلك علشان تأكد ان الايميل ده بتاعك ممكن تدوس بها غلط عشان تخفيها تماما بعد كده بتيجي تعمل ايه بتروح المكان اللي انت اه حاطت فيه اللعبة دي النسخة دي وهايه. بتيجي تنقل الفولدر مدهود ده كده. تمام لو انت محمل لها مرابط خارجي طبعا. وبعد كده بتروح لي العندك. تفتح واتختار لو انت انزمك اربعة وستين طبعا. ومنه بتختار فولدر اسمه بعد كده بتلاقي فيه عندك فولدر اسمه بعد كده قول انه بتيجي هنا بتدوس وتعمل نيو فولدر. وتسميه الاسم ده كده كومون. سي او ام ام او ان. وتفتحه. وتنسخ الليها بجوه. بعد ما الليها بتتنقل بتفك الضغط عنها. كليك مين. وتقول استخراج الى او اكستراكت تو. كما لحظها صغيرة عاوز اقولها لان بعض الناس ممكن تنزل الملف المضغوط ده وتلعب في اسمه تمام? خلي اسم الفولدر زي ما هو موجود كده. برو الفين وسبعتاشر ديمو بالشكل ده كده بالزبط تمام? لو مش مكتوب عندك بالشكل ده اكتبها بالشكل ده كده. بحيس ان المسار يكون لو جينا فتحناه كده. وهنا عارة بخلص الملفات اوه. هوريكم بس شكل المسار دلوقتي عامل ازاي? يبقى المسار اهو فوق اهو. لو جينا ندوس كده. ادي المسار اهو. ستة وتمانين اكس. فولدر ستيم. فولدر ستيم ابس. فولدر كومون. فولدر برو افلوشن سكر الفين وسبعتاشر ديمو. تمام كده دي اه اللعبة. طبعا مش هتيجي تشغالها كده على طول. هتيجي تشغالها زي بقى. هتفتح برنامج ستيم. بتيجي تدوس على وتدوس هنا كده. تيجي جيمز وتختار من اه منه ديموس النسخ التجربية يعني. تلاقي هنا بيس الفين وسبعتاشر او ممكن تعمل عنها سيرش. تكتب هنا بيس الفين وسبعتاشر. فبيس الفين وسبعتاشر موجودة اهي. هتدوس عليها. والمفروض ان احنا دلوقتي هنحملها من خلال البرنامج نفسه. لكن طبعا احنا عشان حطناها فهو هيعمل نفسه بيحملها وهيلاقيها. فيقول لك يلعب على طول يا معلق. بتيجي تختار من على اليمين كده بتلاقي في كلمة بتدوس عليها كده. وتسيب كل حاجة زي ما هي. بتدوس بعد كده دلوقتي المفروض هو اصلا هيحملها فبالتالي هلاقيها فهيعمل لها عملية تثبيت على طول جوة البرنامج. ودي طبعا الطريقة التانية لتحميل اللعبة انك ممكن تحملها وتسيبها براحية. ولكن انا طبعا بفضل طريقة التحميل من رابط خارجي زي ما احنا عملناها كده بالزبط. كده تمام هو زي اللعبة نزلت بنجاح في خلال ثواني طبعا اللي نحن نزلنا قبل كده. بعد كده بتيجي تدوس على طبعا اللعبة هنا تسعة تلاتين دولار وتسعة من عشر هني حوالي اربعين دولار آآ عشان تشتري اللعبة. تعالى بعد ولها تدوس على دولود ديمو تاني كده. المرات يجاب لك طبعا بعض الناس بيجي شغلوها يظهروا من رسالة دي علشان ما بيشغلهاش بطريقة الصحيحة. حطرها الصحيحة دي. فاول ما بيجيب لك او فتح لك بتاع اللعبة. كل جود جود عندي. الحمد لله. تجي تختار المناسب بتاعك. خليها واختار ده مثلا كده. واقول له اوكي. هنا طبعا البرنامج بيثبت آآ برنامج ميكروسوفت فيجول سي آآ لازم لتشغيل اللعبة لو عشان طبعا يضمن ان اللعبة تشغل بدون اي مشاكل عندك. فبتستنى تخلص عادي. واللعبة بتفتح معك. ودول طبعا بيكونوا موجودين في اللعبة. الفولدر ده كده. ادي البرنامج هو اللي هو بيسطابه. النسخة الاربعة وستين. وكمان برنامج ديركت اكس عشان بيكون محتاجه للعبة. وهسيب لكم رابط تحت الفيديو فيه اهم البرامج الاساسية لتشغيل الالعاب. وعلشان تتجنب آآ ظهور رسائل الخطأ. اللي فيها ارقام غريبة كده للي بتظهر الناس اللي هي بتشغل بعض الالعاب العالي على الكمبيوتر. هنا خلص. هو المفروض اللعبة تبدأ معنا. دي اول مرة اشغالها يا رب تبدأ بدون اي مشاكل بقى. طبعا دي السلة دي متعود على دايما لان اللاب بتاعي فيه كرتين شاشة فهو بيقرأ الكرت الداخلي. فبقول له اجنور. وللناس اللي هي بتستعمل كرتين داخلي. انا كنت عملت شرحة قبل كده. لانك تشغل اللاب على الكرت اللي هو الاعلى. الكرتر اي ام دي. او كرت انفيديا. لو اللاب بتاعك فيه كرتين شاشة. لان عادة البيس بتقرأ كرت الشاشة الداخلي مش الخارجي. فبالتالي بقى بتشتغل على الكرت. لو اشتغلت على الكرت الداخلي بيكون بطيئة عن الكرت الخارجي. هنا اللعبة هي بدأت معنا الحمد لله بدون اي مشاكل. بيس طبعا بشكلها جديد. اعتقد ان هي هتكون نفس نظام 2016 ولكن فيه تطوير بسيط. وده اعتقد ان معظمكم هياخد باله دلوقتي. بتختار اللغة اللي انت عاوزها. ماشي اعمل حج. اللعبة فيها تسع فرق اتلتكم مادريد ارسنال برشلونا. اه بوكا جونيورس مش عارف ايه وايه ومنتخبين. المانيا وفرنسا. نبدأ اللعبة على طول عشان نشوف شكل اللعبة. كده اللعبة شغلت تماما هي الحمد لله بدون اي مشاكل. اه فده بكل بساطة هنشرح ليه اللعبة. باتمنى يا رب بيكون الشرح عجبكم. طبعا هنعمل فيديو نستعرض فيه الامكانات بتاعة اللعبة. وايه الحاجات الجديدة. بالاخر ما تساش تعمل لايك للفيديو لعجبك. او اشتركوا القناة الاول مرة شوف الفيديو من خلال قناة احمد الجرنوسي. لو كان عندك اي اقتراح اي سلصار بخصص الموضوع ده واي موضوع تاني. سيب لينا رد في التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو. او كلمني من خلال صفحة التكنو عربي على الفيسبوك. وانا دايما بتابع التعليقات وبرد على رسالة باستمرار. واشوفكم في درس جاي. ان شاء الله كان معكم احمد الجرنوسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.